السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية واحدة من القرآن الكريم ستجعلك تعرض الله بالليل والنهار لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والمقصود إخوان كرام من هذه الآية الكريمة نهي المؤمنين عن التشبه بالمنافقين وحضهم على الاستجابة لما كلفهم الله تعالى به أياما آمنتم بالله تعالى إيمانا حقا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا تشغلكم أموالكم التي تهتمون بجمعها وتحصيلها ولا أولادكم الذين هم أشهى ثمرات حياتكم لا يشغلكم ذلك عن آداء ما كلفكم سبحانه بآدائه من طاعات فالمراد بذكر الله ما يشمل جميع التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات التي أمر الله تعالى بها وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن اشتغال بهم اشتغالا يلهى عن ذكر الله لأنهما أكثر الأشياء التي تلهي عن طاعة الله عز وجل فمن أجل الاشتغال بجمع المال يقضي الإنسان معظم حياته وكثير من الناس من أجل جمع المال يضحون بما يفرضه عليهم دينهم من واجبات ومن أخلاق ومن سلوك وآداب ومن أجل راحة الأولاد قد يضحي الآباء براحتهم وبما تقضى به المرؤة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الولد مجبنة مبخلة والتعبير بقوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يشعر بأن المسلم إذا اشتغل بجمع المال وبرعاية الأولاد دون أن يصرفه ذلك عن طاعة الله أو عن أداء حق من حقوقه تعالى فإن هذا الاشتغال لا يكون مذموما بل يكون مرضيا عنه من الله تعالى واسم الإشارة في قوله سبحانه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعود إلى ما سبق ذكره من الله عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد أي ومن يشغله حبه لماله وأولاده عن ذكر الله وعن أداء ما كلفه سبحانه به فأولئك هم البالغون أقصى درجات الخسران والغفلة لأنهم خالفوا ما أمرهم به ربهم وآثروا ما ينفعهم في عاجلتهم الفانية على ما ينفعهم في آجلتهم الباقية وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه سأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله اشتركوا في القناة